بالنسبة للفلسفة الدفاعية في تونس والعقيدة الدفاعية في تونس كيف تشتراها؟ العقيدة الدفاعية يجب أن تتأقلم ونتصور قاعدين أن يحاولوا لكن يجب أن السلطة السياسية تدعو المؤسسة التعال الدفاع لتحذر للتغيير وأنا أقول لك لا تدخل فيسا هي مجال الإدران والمسايرات ومعاملهم الزوار يبدأ يقدم فيهم في البحر لا نحتاج إلى 10 غواصات لا نحتاج إلى 3 أو 4 في البحر المتوسط أقول لك أن الرؤية نحن نشترجع على كرتاش من جديد البحر المتوسط لا يوجد اسمه بحر الكرتاش والقانون الدولي في البحر نبدله البحر المتوسط تبدأ من مضيبطارق حتى الشطوط لبنان وفلسطين المحتلة هذا البحر المتوسط 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 نحن المفروض قانون نتاعنا نعملوه المهم أنت في حاجة إلى قوة بحرية ليس كلها قوة كبيرة مقلفة برشة وتستالك برشة عباد عندك مناها مصيرات في البحر كيف يبدأ فيهم زواري عندنا عشرات من وليداتنا من الطائرات اللي يعملوا مجاله ذا تخليهم في مؤسسة يعطيهم المنتوج يعطيهم موسر عسكرية نحن نشيروا كل شيء ساعة مقلفة برشة و الأخطر من المقلفة يعطيهم مؤسسة يعطيهم مؤسسة مع الطائرات الأفسيز مع العراق و الولايات المتحدة قالت للولايات المتحدة أخرج ترامب قالوا نعطيهم الأفسيز يجب أن نفهموه لا تصنع سلحك لا يوجد شيء و إذا حتى الجيران نتاعنا نقولون لهم يبدأش تتفاخر بالطائرات الفلانية يودي عطلوهالك معنى روسيا نحن مش ضمنين هي في وقت ووقات ما تجمش تتبدل من وقت انتاعها و إلا ربما تخسر حرب و اللي يدخل لها يستعملك تقنية ذيك و يعطيك اللي عندك ما تعرف علش نجبتلك على الجزائر يعني الجزائر كيف دخلت لها الاحتلال الفرنسي في عام 1330 بعد ما نتعدل زجار يجب أن نحن ممسيبة معنى اليوم يجب أن تقرح حساب الجيران متاعك باش نسير لهم مش مشاكل حتى معنى الموضوع متاع العشرية السوداء متاع الضربان معنى الحزاب و أولهم معنى الحزب الإسلامي هم بيدوا بعدك شفهم بعض وجوه في المواسطة العسكرية و نحكي نهاية في السابق جاوا أثروا علينا و عملوا معنى مشاوا في اتجاه تنفيذ عمليات باش معنى الداكل متاعهم معنى هذا يجب أن نحب التوانس يجب أن يستوى أبوه و يفهموه أحنا رانا دي ما نفكر موضوع نتعال الرهاب رانوا معنى إيش أسباب داخلية للرهاب ما شفت أنت طوى علاش طوى الرئيس الحالي عنده طوى مدة من اللي معنى فتك السلطة من اللي عند الناس كلهم ما فاما حتى عملية لأنه ما عاش فاما ما عاش فاما إسلاميين في الساحة لأنه جيرين تعني كانوا متقلقين من إسلاميين معنى إسلاميين ما أحبس الرهاب علاركو والرهاب هو عنده أسباب وطنية داخلية يخليك أنت باش تعمل المشاكل هذي أنا ما عانيش تسباب هذي ما تقتحش وعندك برشة مو أخذات على مسألة البروتوكول والبروتوكوليت أعم أي برشة باللغة الموضوع نتع الدفاع كنا المسيرات في البحر مسيرات في الجو وليربوه في الأرض أنا أفهم دي ربودكم بقى اليوم تبدأ حطهم على الحدود وكذا اللي ميتقلقش في السمش واربعين دخخانة وطنية واربعين وكذا سيدي ربودكم بقى هذي هذي تواسس بيوم فيهم ما فماش وحيروا متفوقين جم من قدوا ونصنعوا ونعملوا ونبيعوا فهمت كذا أنا تركيا في بضع سنوات من اللي جاء أردوغان معنى الإسلامي أردوغان يفهم برشة الناس ما تحبوشيني فيها إسلامي ولا مطورن أنا نشوف شعمل في بلاده جيب الإزان جينيور من العلمانيا ومن كذا وقال له ما نزيه وبدأ يوصنع وبدأ يوصنع وبدأ يوصنع فهمتني ايه شو احنا مش مش نعملوها ذكا لاي نعملوه طيب مش نعملوها قدوا تربيه